اتفضل يا مادام رجاء انا عندي الام شكرا انا عندي الام ديالي عندها ليباتيتسي عندك واتسو تليفزيون يا رجاء امي امي من الام الام عندها ليباتيتسي فيرسي عندها فيرسي ايوه كمان وبينا نجيبوها لعندك لمصر بشتهالج وكانت من نطعتيني رقم تليفون او العنوان حاضر يا رجاء ارجع لي الكنترول يدوكي الرقم بتاعي اهلا بيكي طبعا ان برحب بشعب المغرب الشقيق انا على فكرة من عشاق هذا الشعب والشعب التونسي كمان بحب الاكل المغربي جدا تمام مادام رجاء بتتصل بنا من المغرب تقول ان امها عندها فيرسي وهي ترغب في علاجها ان شاء الله في مصر ما عندناش اي مشكلة خالص اهلا بيك فيرسي زي ما قلنا بشرة لمرضى فيرسي وقلت في الحلقة اللي سبقت شهر رمضان مباشرة ان انا الاوان ان العالم يتخلص من هذا الفيروس العين اللي بيصيب حوالي ربع مليار بنا ادم على مستوى العالم وللأسف تأتي بلدنا الجميلة مصر في مقدمة الدول اللي مصابة بهذا الفيروس الدول الجديد اللي هو اسمه بقى معروف خلاص سولفادي بقى متسجل في وزارة الصحة لكن ما اتطرحش في الاسواق ومش موجود في الاسواق هينزل في ستة وعشرين مركز متخصص لعلاج الفيروسات الكابدية وهيباع من خلال وزارة الصحة المصرية علشان جالي تليفونات كتيرة قوي البعض يدعي ان هذا الدواء موجود لدرجة ان في مريض خلال شهر رمضان جالي وقال لي ان في احد الصيدلة الغششين اللي مش كويسين تمام قال له اديني عشر تلاف جنيه عشان اجيبلك هذا الدواء كلام فارغ هذا الدواء تسجل اه بس منزلش ومش هينزل في الصيدليات على فكرة هينزل في مراكز وزارة الصحة وسعر العلبة هيباع في حدود الالفين الفين ومية الفين ومئتين مصعر رسمي ارجوكم ما تنسقوش وراء النصابين والكدبين تمام وما اكثره ارجوكم ما تنسقوش وراء النصابين